تفعل افسن ما ستفعله مرة اخرى فهي تلعب على اردا وتسحب اردا الى طريق مسدود وهو غير صبور للغاية لمقابلته وهو نقطة التحول في حياته حيث يجب عليه اتخاذ القرار والاختيار هل سيتزوج ام سيجمع شجاعته ويعترف بكل شيء بدأت الخطة المذهلة التي وضعتها افسن في العمل بطريقة فاقت توقعاتها لكن هذه التفاصيل لن تصرف الانتباه عن هدف افسن من دخول القصر من المؤكد ان افسن ستحقق ما تريد القيام به باي ثمن وتستعيد حياتها المفقودة والاشخاص الذين سيكونون معه ويدعمونه في تحقيق هذا الهدف هم صالح والسلطان وبينما يحدث كل هذا من ناحية اخرى تريد بهار ان تظهر بجانب اتيش بسبب ابنها لكنها لا تعرف اين ترى نفسها في الواقع وتواجه معضلة سيتخذ محمد امير قرارا لا يتوقعه احد منه وسيؤثر على حياة الجميع في حين ان القصر باكمله تحت تأثير هذا القرار فان اردى يعاني ايضا من الوضع الذي هو عالق فيه اخيرا واجهت بهار وافسون مواجهة كبيرة بينهما بعد هذه المواجهة لن تعود حياتهم كما كانت بينما تقرر بهار العودة الى القصر تضع افسون خطتها موضع التنفيذ للحصول على فرصة العودة الى القصر يصل التقارب بين زينب واردى لاحقا الى مستوى يجعل زينب منزعجة للغاية اشتعلت شرارة القتال بين فوليا وحسرة لن يعود اي شيء كما كان مرة اخرى لاي شخص وهذه المرة يلعب الجميع باوراقهم بقوة اكبر تتقابل افسون وبهار وجها لوجه وتتساقط الحجارة من تناميرهما وتعود بهار الى القصر وتضع افسون خطتها موضع التنفيذ للعودة الى القصر ما يحدث بين زينب واردى سيزعج زينب ويجعلها تندم يندلع القتال بين فوليا وحسرة ولن يعود احد كما كان مرة اخرى وسيكون الامر قاسيا تواصل افسون دفع ثمن باهظ لافعالها كل ما تعيشه افسون في السجن سيقودها لاحقا الى طريق لا رجعة فيه بهار التي كانت لها دائما مكانة مهمة في حياتها ستصبح الان عدوا لافسون الربيع يشبه الفضاء الفارغة الالم الذي تعاني منه يجعل بهار تشعر بالوحدة اكثر فاكثر حقيقة وجود طفل لن تنهي حبها لأتيش لكن سيكون من الصعب جدا على بهار قبول ذلك وبينما تعاني بهار من كل هذا فهي لا تدرك حتى الخطر الذي يقترب منها يتم القبض على افسون عندما تعتقد ان بهار قد سامحها ولجأ اليها سوف تدفع افسون الآن ثمن ما فعلته ومع ذلك فان الثمن الذي سيدفعه سيكون باهظا جدا في فصل الربيع يستمر كل شيء في التجمع اخفى اتيش على مضض حقيقة ان لديه ابنا من بهار لكن الحقيقة لا بد ان تظهر عجلا ام اجلا هل ستقبل بهار اخيرا والديها الذين اعتنوا بها خلال هذا اليوم العصيبي بينما تواجه بهار كل الالم الذي عانت منه يهتزها ايضا انتحار الياس لكن هذا لا يمنع بهار من الشكوى من افسون الحياة الحقيقية بدأت للتو بالنسبة لبهار والحقائق اكثر من كافية لمحاسبتها يجب على الجميع ان ينالوا العقوبة التي يستحقونها ومن ناحية اخرى لا تستطيع افسون تحمل تكاليف الذهاب الى السجن وبمساعدة عمته سلطان قرروا الذهاب بعيدا والهربا لكن هذه المهمة ليست سهلة كما يعتقدون فظهور السري هو بداية حياة جديدة لافسون وكذلك لبهار لن يكون من السهل على بهار ان تستجمع قواها وتتقبل عائلتها الحقيقية بعد ان علمت انها تعرضت للخداع منذ سنوات بالنسبة لافسون الوضع اكثر تعقيدا ان الم فقدان بهار اعمق من الثروة التي لا يستطيع الحصول عليها افسن تشعر بالوحدة عند القيام بذلك الى جانب كل هذا فان الشخص الاكثر تضررا من هذا الوضع هو الياس الياس سيدفع ثمنا باهظا لندمه بينما تسير افسن على الخط الرفيع بين الموت والحياة من ناحية اخرى تتعرض فوليا لخطر فقدان توأمها محمد امير في معضلة كبيرة هل سيبقى مع افسن ام سيهرب الى فوليا الحامل بتوأمه يثير موقف محمد امير من هذه القضية جدلا جديا في عائلته ويزداد التوتر عندما تشعر افسن بالتحسن تغادر المستشفى حيث تعالج رغم كل اعتراضات الاطباء عندما تحاول هوليا واو افسون التغلب على الامر تتعرض بهار لخطوة لم تتوقعها ابدا التوتر المتصاعد في المنزل يجعل محمد امير يتخذ قرارا خطيرا للغاية بشأن اخته هوليا يقرر سلطان القيام بنزهة مع جيرانه على تلة الخشخاش لرفع معنويات افسن والشعور بالارتياح اثناء قضاء ساعات جميلة ومبهجة في النزهة يعرف محمد امير حقيقة صادمة من طبيب افسن تعاني ابنتها الوحيدة افسن من مرض خطير لم يتوقعه احد ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في اسرع وقت ممكن عندما يتصل محمد امير لتحذير افسن قد يكون الوقت قد فات عند وصولها الى المطار تشعر افسن بخيبة امل كبيرة عندما لا تستطيع ثانية اختها بهار عن الذهاب الى قبرص من ناحية اخرى تتلقى فوليا افضل اخبار حياتها انها حامل بينما يملأ هذا الخبر فوليا وهليا بالفرح فانه يدمر مرة اخرى ثقة حسرة في الحب بعد رحيل بهار لا يستطيع احد الوصول الى افسن لفترة طويلة عندما يتم العثور عليه فهو ليس هو نفسه ويتحدث باستمرار عن بهار تقول بهار انها لا تريد رؤية افسن مرة اخرى ومع ذلك هناك شيء لا يعرفه بهار في الوقت نفسه يخبر الطبيب في المستشفى اقارب افسن انه يمكنهم القدوم لرؤيتها للمرة الاخيرة لان كل الامل قد فقد ووصلت افسن الى نهاية الطريق خطط هوليا لمحو افسن من لقب اتها الى الابد جعلتها تبدو مظلمة غضبها غير المنضبط سيختبرها بامومتها وسيؤذيها بشدة يصبح هذا الوضع فرصة ذهبية للسلطان الذي يريد ابقاء اعدائه نصب عينيه من خلال التقرب من افسن هذه المرة تفتح ابواب القصر للسلطان والسلطان الذي يستقر في المبنى الخارجي لا يتأخر في تحركاته بينما يستعد محمد امير عشية الطلاق من فوليا لتحمل الام سنواته الضائعة والبدء من جديد مع حسرة فان اخبار حمل فوليا ستجر محمد امير الى معضلة لا تنفص